أفواً لوزارة الداخلية كان في حادث الحقيقة صعب جداً ويعني الحمد لله تم إنقاذ الموقف بمجهودات وزارة الداخلية التي إنقاذت طفل عمره سنتين بعد ما والده والدته ضيعوا مفتاح الشقة ده الفيديو اللي احنا شايفينه قدامنا وزارة الداخلية نجحت بالفعل في إنقاذ طفل عنده سنتين بعد ما قفل والده وعليه باب الشقة وللأسف ضيع المفتاح وطبعاً ذلك في إطار دور وزارة الداخلية الاجتماعي والإنساني مش بس الأمني والحفاظ على أرواح المواطنين وسرعة الاستجابة للبلغات المقدمة ودي برضو من أهم النقاط اللي لازم نشيد بيها سرعة الاستجابة والحقيقة وزارة الداخلية قامت بالتفاعل سريعاً مع البلغة المقدمة وتم التعامل مع الوقع بشكل مهني جداً واحترافي لإنقاذ حياة الطفل اللي عنده سنتين دور إنساني ودور مجتمعي بيؤكد على تلاحم الشرطة المدنية مع الشعب ده الطفل هو بعد ما تم إنقاذه كل التحية طبعاً يعني بزارة الداخلية وكل ما قام بهذا المجهود الرائع وتاني بقشيد بسرعة الاستجابة دي أهم نقطة الحقيقة كانت ملفتة جداً للنظر والمهنية الشديدة والحرافية في إنقاذ الطفل بيبه